أكد المرصد الإعلامي الجمركي أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وصائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات بما يخالف الحقيقة والواقع جملة وتفصيلا مشددا على أن المنظومة مستقرة تماما وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف السيستم كما يدعي البعض وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام لافتا إلى أن هناك بضائع بنحو 13 مليار و700 مليون دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بنحو 3 مليارات و400 مليون دولار ومستلزمات إنتاج وخامات بنحو 5 مليارات و400 مليون دولار وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر